كنا بتكلم مع حضراتكو في بداية الحلقة عن الفيديوهات اللي تنتشر على السوشيال ميديا في منها الإيجابي وده طبعاً ما فيش منه أي مشكلة لكن فيه فيديوهات بتكون سلبية ويكون لها تأثير كبير جداً على أولادنا أغلب الأسر شايفين أن أولادهم بيتابعوا فيديوهات غريبة على السوشيال ميديا كتير منهم بيسأل إزاي أرائب صلوك طفلي وبيتفرج على هذه الفيديوهات الغريبة هل ممكن أكبر الطفل على مشاهدة حاجة معينة أو أن أنا أمنعهم من حاجة معينة صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير عليك وعلى كل المصريين يا رب يأهلا بيك يا فن إيه اللي يخالي الأطفال أصلاً يتاجهوا إلى مشاهدة هذه الفيديوهات الغريبة؟ الفضول بطبعه كطفل بيكتشف العالم وبيكتشف ما يدور حوله أنه هو شايف أن الفيديوز دي قرناءه بيتفرجوا عليها زميله بيتفرجوا عليها ممكن يشوفها في المدرسة معينين المدارس حتى رولز علشان منع استخدامات المحمول فيها لكن ممكن يحصل تسريبات ومدارس كتير إحنا عارفين بياخدوا الموبايلز معي هم بيتفرجوا فبيحاول يقلد أصحاب ويشوف نوعية الفيديوز اللي هما ممكن تكون مجلة حدثهم فبيبقى عنده فضول أن هو يشوف ويكتشف بطبيعته كطفل لسه بيكتشف ما حوله الخطير طبعا أن الفيديوهات دي بطريقة لا إرادية بتنقل مجموعة من القيم ممكن تكون مستوردة من ثقافات غربية أو ثقافات شعوب تانية غيرنا مش زي ثقافاتنا خالص وبالدليل التدور القيمي اللي احنا شايفينه في الأجيال الجديدة اللي طالعة أو فيما يخص أجيال الإنترنت يعني لنتيجة انفتاح لدخول ثقافات غريبة عن مجتمعنا وابتدت بزور الثقافات دي تتزرع في الأطفال فبالتالي بتكبر معاه بقى وبيشوف بعض السلوكيات الغير لائقة إنها عادي حاجة مباحة ما فياش حاجة لما يعملها بالعكس دي حاجة فاني إن هو يعملها فده خطير جدا ولازم الأمهات تتنبع أنا مش هينفع إن أنا أحرم طفلي إن هو يتفرق لإن الحرمان من شيء بيزود الشراها عليه على فك المبنوع مرغوب بالضبط لكن أعلم طفلي كيفية التمييز إن مش كل اللي يتفرج عليه يبقى صح ومش كل اللي يتفرج عليه أنا أعمل زيه أو أقلد ألفاظه أو أكرر ألفاظه هو ده المهم قوي اللي الأم لازم تغرسه في سلوكيات أطفاله يعني هنا نحن نتكلم على قلية الرقابة ويمكن زي بكم نتكلم أنا وشازلي في البداية إنه فيه فرق من الرقابة والمراقبة عايزة أعرف من حضرتك إزاي الأمهات أو أولياء الأمور يقدروا يرقبوا الحاجات اللي بيتفرج عليها أطفالهم من غير ما يحسسوهم إن هم متدخلين في حياتهم من هم بيمنعوهم الزكاء في التدخل بطريقة غير مباشرة ويعني بنور أعمل على كلمة غير مباشرة مهم جدا مش لازم أحسس طفلي إن أنا إيه دوريني إيه اللي أنت بتفرج عليه لأ أنا ممكن أعود جنبه باللمسة مني كده للطفلي وأعود أتفرج معي فرجني معاك إيه اللي بتفرج عليه حلو ده ممكن أنتقد بدخله بقى إزاي إن أنا يعني مش هانتقد من الأول لا أستحسن حاجات ممكن يكون يشوفها ممكن تبقى حاجة في لبس الفيديو أو في الأداء أو حاجة الشخصية أو الشخصية وبعدين أبتدي أعود جنبه شوية أشوف إيه نوعية الحاجة اللي بيشوفها وأبتدي ألفة نظره هو لبسه مثلا حلوة بس طريق كلامه مش حلوة فما ينفعش نكررها ممكن تعليقاتي الدائمة في كل مظاهر الحياة أنا ممكن لو لقيت حد من أصحابه بيتكلم بطريقة غير لائقة أبتدي أقوله شايف الطريقة دي مش حلوة كان مش ظريف إن هو يتكلم بالشكل ده قدام الناس تعليقاتي الصغيرة على الفيديو اللي بيشوفها وبنوع من الحب وكأني أنا تحت مظلت إن أنا بشاركو إن أنا أشاهد معاه هبتدي من خلال ده إن أنا أعرف إن هو عيال اللي بيشوفها وابتدي أبدي تعليقاتي بطريقة يعني خافتة كده يبتدي الطفل يفهم إن أنا ممكن أشوف ده أنا مش محروم منه لكن ما ينفعش إن أنا أكرر السلوك ده ما ينفعش إن أنا الإيماءة دي أكررها اللي موجودة في الفيديو لأنها غير لائقة القاموس ده الأم هي اللي بتضع عشان كده وإلي ما كناش قلنا إن الأم مدرسة دي وظيفة الأم وعلى فكرة يعني خليني أحيي كل الأمهات لإن إحنا في عالم التربية فيه صعبة جدا لإني مش أنا اللي بربي ابني مش والده اللي بيربيه اللي بيربي ابني دلوقتي السوشيال ميديا اللي متاحة يعني متاحة في إيد الجميع ولو أنا حرمته منها هيبقى مش طبيعي وهيروح يشوفها من ورايا فهي ثقافة إن أنا أعلم ابني التمييز هي الحل في ظل المشكلات التربية اللي إحنا بنشوفها في مجتمعنا المعاصر طيب دكتورة ده في حالة إنه وافق إن أنا أتفرج على اللي هو بيشوفه في حالة إنه رفض وقال لي لأ وأنا دخلت بعد كده على الهيستري وشفت هو بيتفرج عليه أنصحه إزاي أدخله إزاي هو ما بدأ إنه هو يرفض عارف إنه هو نفسه ممكن يكون حاسس إن دي حاجة غلط أو تكلم مع زميله في المدرسة وبدأ يعرف إن دي حاجة غلط فعلا فعنده فضول مثلا يكتشف حاجة فدخل ورافض بقى إن أنا أشوف معي حضرت بتقولي إن أنا أروح أقوله أنت بتشوف إيه وأبتدي أشوف معي لا مش هقوله أنت بتشوف إيه أنا هعود جنبه كأن أنا جاي أعود جنبه وأتفرج هو بيشوف إيه في حالة إنه رفض لو هو خب مني يبقى هو في حاجة مش مظبوطة بيشوف طبعا خليني أأكد على إن إحنا يفضل إن إحنا وخصوصا في سن المراقبة وسن الطفولة المبكرة إن أنا أكون في تقنية لتشفير التابلس والموبايل بتاعة أوليدي يعني كلنا عارفنا فيه البارنس لك يعني وفيه حاجات في بارنس لك وفيه كيدل للأطفال وفيه حتى تقنية جوجل عاملة خاصية للحفاظ عليهم من أي مشاهد غير لائقة لازم يفعلوها أتكلم على الثقافات الغريبة زي ما كنا بنتكلم في البداية أنا دخلت دلوقتي على الهيستري بتاعه وشوفته هو كان بيتفرج عليه أدخل أنصحه إزاي أدخله إزاي ما جبلهوش سيرة إن أنا فتشت أولا عشان ما يبتديش يدلت بعد كده فما شوفش دي حاجة الحاجة الثانية أبتدي بطريقة إن دايركتلي أكلمه بقى أخطف له الموضوع من بعيد كاني أنا شفت حاجة زي كده أو حد من صحاباتي ولادها شافوا ده وحصل كده وأبتدي أنتقدله الشخص يبتدي هو بطريقة لا إرادية يخاف من الامتش بتاعته قدامي إن أنا أعرف إنه هو كمان بيشوف ده فأنا بكده بزرع فيه حيث بوصله المعلومة وفي نفس الوقت مش بحسسه إنه هو مراقب وبأكد على نقطة في تربية الأجيال بسميها أجيال الإنترنت إحنا طريقة النصح المباشر الدايركتلي طريقة فشلة على فكرة لإني الأجيال دي مش هتتقبل أنت ترملهم المعلومة كده الدايركتلي بطريقة مباشرة أنا لازم المعلومة أوصلها لهم بطريقة غير مباشرة تحت ما ظلت أني أنا بشاركه وأني أنا عايزة أشاركه في اللي هو بيتفرج عليه لكن مش في قصة التعليمات الدايركتلي دي ما بقتش في ظل عالم الإنترنت مبدئة لو طبقت كل اللي حضرتك بتقوليه وما استجبش هبتدي أقول له أني أنا شايف لو هو بيتصرف بقى بتصرفات يعني ابتدت طريقته الوي بتاعته في الكلام ابتدت ألاقي فيها تصرفات مش حلوة ألفاظ غير لائقة هبتدي ألفة أعمل تدريجة في العقوبة الأول ألفت انتباهه بشكل بإيماءات يعني ممكن بتكشيرة من إيه الكلمة اللي أنت بتقولها من غير معقول المرة التانية أبتدي أقول ابتدى يكرر الخطأ من أنجح طرق العقوبة طبعا العقوبة البدني ده أنا بستبعده بحطه في آخر الليستة خالص وده في الحاجات يعني نادر ده لازم يكون نادر من طرق العقوبة الحرمان من حاجة بيحبها لو أنا نبهته مرة ولقيته بيكرر الكلام تاني بيكرر الإيماءة اللي شافها في فيديو أو الألفاظ الغير لائقة تاني أبتدي أحرمه من حاجة بيحبها طب أنت محروم النهاردة من التابلت اللي أنا قلت لك قبل كده أنا مش حبة أن أنت تقول الكلمة دي أو تعمل اللفظة أو الصرف بالشكل ده وأنت قررت ده فأنت النهاردة مش هتاخده أو محروم من تمرين بيحبه أو محروم من لعبة أنا بحط favorite list للطفل بتاعي القائمة دي بنقول هي قائمة التفضيلات لي أبتدي أعمله عقوبة من خلال حرمانه من الحاجات اللي بيحبها ودي من طرق العقوبة النكحة جدا طيب بشكل عام هل ينفع حدد ساعات معينة مثلا للطفل أنه يستخدم فيها الموبايل أو سواء بقى للجيمز أو للسوشيال ميلي نظام الصحة النفسية قننت الوقت المستخدم عشان ما يدرش بالأجهزة بالعصب البصري بتاع الطفل وبالمخ قننت الوقت إلى ساعتين ونصف متقطعين خلال اليوم ده الوقت اللي لو زاد عنه الاستخدام لكل الفئات العمرية يعني من سن كم طيب من سن كم يفيد يمسك الموبايل يعني من سن ثلاث سنين يمسك الموبايل يعني يقول مثلا ثلاث سنين يعني ما تمسكوش ولادك الموبايل قبل كده يعني للأسف بيحصل والله بعد سن سنة لا احنا ممكن نفرجهم على كرتون لما تكون الشاشة كبيرة بتكون أقل ضررا على الطفل من أنه هو يحبس العصب المساحة البصرية بتاعته في مساحة أقل يعني كلما الشاشة تكون أكبر كلما الضرر يكون أقل برضو فبالنسبة للأطفال الصغار يعني احنا بنكلم هو يتفرج على كرتوني يعني أنا ليه أمسكه في إيده موبايل وهو عنده تلاث سنين لا طبعا لا إنما من السن ده هيلاقي كوروناه عندهم موبايل أو عندهم جيم أو عندهم تابلت أنا مش ضد عندنا يعني أوكي خليه يشوف عشان ما يبقاش محروم وحاسن هو مش زي ما هي مشكلة برضو يعني أنا برب إبني مثلا هو عند أربع سنين أو خمس سنين وبقوله لأ مش هينفع يكون معاه موبايل وممكن يتفرج على الكرتون من خلال التلفزيون لكن بيبص زي ما حضرتك قلت زميله ما هو أربع سنين بقى أنا ممكن أخلي فيه تابلت معاه هم موبايلات فلي أسف الجزء الثاني الساعتين ونص خليهم أقسمهم نص ساعة نص ساعة وأبتدي أنا أعمل له بروجرام يشغلوا أنا ممكن أجيب له أصحابه يلعب معاهم أخرجه في مكان أوديه تماريني بقى فيه فرايتي في حياته والأم النكحة هي الأم الغارة في تنصف وأعتقد أنه الأم أو الأسرة أو البيت هو اللي بيعلق الطفل برضو بالسوشيال ميديا بشكلك بيعني تفرق برضو يعني لو أصلا الطفل مش مولود بغريزة تنويه ده السوشيال ميديا يعني لأ هو بيبقى حسب الأكتيفتيز والأنشطة زي ما حضرتك قلت اللي احنا بنعوده عليها طيب إمتى بقى أحس أن أنا محتاجة ألجأ لمساعدة لو شفت إيه العلامات على ابني أو على الطفل أنا محتاجة ألجأ مساعدة مش راضي يسمع كلامي شايف أنه هو تركيزه بس في التابلت أو في الآيباد بيتفرق بس ما بيتكلمش مع ناس إمتى أحس أن أنا لازم أروح لدكتور أو ألجأ لحل في إيه العلامات المفهودة شوفه طبعا الطفل لو هو في المدرسة ممكن تلاقي شكاوي ده بيجي لنا كيسس كده كتير نلاقي شكاوي أن هو بيدرب بعنف زميله أندي أنا ألاقي ابني وصل لمرحلة بقى من الإدمان بقى إمتى الإدمان ده أن الولد مش عايز سيب التابلت من إيده لو عندنا ناس أو ضيوف أو حتى في أطفال جاية تلعب معاه مش عايز يلعب ألعب أطفال هو عايز يفضل ماسك التابلت المرحلة دي أنا لازم أتنبه أني الطفل ابتدى يدخل في مرحلة إدمان بقى لإيه للتابلت والأجهزة دي في التوقيت ده لازم الأم تتدخل أن هي تعمله بروجرام متكامل من عشان أنا أحرمه من حاجة أنا لازم أدخل معطى تاني يدي له متعة مضاهية أو متساوية مع المتعة اللي بديها له التابلت يبقى أنا ممكن أوديه تمرين المساحات الخضرة والجري واللعبة بيكون شخصية الطفل فأنا أحببه لها في بعض المأكلات برضو اللي هي بترفع لأنه لما بنيجي نحرم بيحصل نوع من الاكتئاب الاكتئاب بيبقى متمثل في نقص هرمون السيروتونين في الجسم في أكلات زريفة جدا بترفع هرمون السيروتونين في الجسم زي الشوكولت والأيس كريم فبتدي أن أنا أأكله الأكلات دي بره أنا لو بمشي ابني في توقيت عشان يبتدي يحب أنه هو يخرج مش يفضل حابس نفسه في غرف مغلقة بنسميها كبور الصمت هبتدي أحببه في ده بالتدريج لأن الوقت الأوليني لما أنا هحرمه منه هيبقى فيه حالة من الاكتئاب عشان كده فضلت الحاجتين الشوكولت والأيس كريم لأنهم بيرفعوا هرمون السيروتونين في الجسم مضاد للأكتئاب في التومي وادهاله بشكل مكافئات مثلا؟ أدهاله بشكل على حاجة كويسة هو أعمالها؟ جميل جدا أن أنا أبتدي الحاجات اللي هو بيحبها أبتدي أشوف سلوكياته الإيجابية اللي بيعملها أو أنه هو سمع كلامي وساب التابلت وروحنا النادي مثلا أو تمشينا أو رضي أنه هو ينزل معي ده أبتدي أكافؤ عليها وأنا برة هقوله أنا بجيب لك كذا عشان كذا بالطريقة دي أنا هعمل النسيج بتاع سلوك الطفل الإيجابي طب هل كده أنا مش بعوده أن تبقى فيه حاجة وسط حاجة؟ ما هو أنا فيه حاجة اسمها التعزيز الجزئي أو المكافئة الجزئية أعمل كده في الأول عشان أشده وبعدين أجي مرتين تلاتة لما أجي أخرجه ما أجيب لهوش عشان ما يبقاش كل مرة نازل عايز يجيب نفس الحاجة وأعتقد فهمه إيه الفرق بين الواجبات والحاجات الزيادة يعني برضو لازم يفهم إيه الفرق بين واجباته دي مش ما تحتاج عليها مكافئة ده من واجباتك لازم تعمل كذا لكن دي حاجة زيادة من عندك فتستاهل عليها مكافئة هو أن هو يستبدل في الوقت الأولاني ممكن صح اللي أنت بتقوليه أني أنا لما أنا بسحب منه التابلت وهو في مرحلة إدمان أنا بتكلم مع الطفل اللي عنده إدمان للإنترنت دلوقتي إزاي الأم تصرف معي الوقت الأولاني أنا لازم أجذبه لازم أجذبه فأنا لازم أجذبه بالحاجات دي بحاجات بفرايتي جديدة ومعطة جديدة على حياته يدي له متعة غير التابلت أو الألعاب فبالتالي أنا لازم أجذبه في الأول وبعدين بعد ما أجذبه أبتدي أفكر بالشكل اللي أنت بتقوليه اللي هو أني ده طبيعي أن أنت تخرج ودي حاجة طبيعية واللي مش طبيعي أن أنت تفضل قاعد طول الوقت على التابل هو على أي حال دكتور يعني يمكن لو من البداية فعلا ركزنا بس شوية مع الأطفال في السن اللي في السنتين ثلاثة في الأول دول طبعا لو ركزنا معاهم لو كنا حارسين نحن حتى يعني نعمل معهم ذكريات نبسط بيهم زي ما بيقول بيكبروا بسرعة برضو دي هتبقى حاجة مهمة جدا مش هتوصلنا لده نخليهم يتعاملوا مع ناس ننزلهم فعلا يشوفوا حتى ناس لسه بيبقوا أطفال دي هتفرق عن بقى لا معلش تسكت خد التليفون دلوقتي يوسكت خد التليفون عشان أبقى أعمل حاجة لغاية ما يخلص كلام معطان ده اللي بيخليها ويتعود أكثر على التابلتس والحاجات بشكل عام طبعا نشكر حضريك جزيل الشك دكتور الشيرين در دير استشاري نفسي ومعالج للاضطرابات السلوكية تنواتينا في صباح الخيري مصر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا